مرحبا بكم في قناتكم غرابيات غراب الرياكتس اكيد كل واحد فينا عنده هواية معينة هناك من يعشق ممارسة كرة القدم وهناك من يعشق الصفر واكتشاف تقافات واماكن جديدة وكين اللي كيت تعتبر من هوات جمع الطوابع البريدية او حتى جمع السيارات القديمة قصة اليوم بطالتها سيدة ويقال ان هاد السيدة كانت فائقة الجمال وعندها هواية غريبة وفريدة من نوعها حيث انها كانت من هوات جمع جوتة عاشقها في توابيت قلوا معايا في هذا الفيديو باش تكتشفوا كيف لمرأة ان تتمكن من قتل اكتر من 30 عاشق ووضعهم في توابيت خشبية في القبو دي القصر اللي كانت تسكن فيه قبل البدء في سر القصة اشتركوا وضغطوا على زر الاعجاب من فضلكم وخليوا لي الرأي تاعكم في التعاليق وكنشكركم مسبقا فيرا رينجي من مواليد 1903 في مدينة بخارس برومانيا توفت الامتاع فيرا وهذه الاخيرة كانت تبلغ فقط 13 سنة اللي تضطر للسفر مع الابتاع الذي كان انا ذاك رجل اعمال وكان يعتبر رجل سلطاوي الى سربيا بالضبط المدينة زراينين ودرست في مدرسة داخلية يعني الدراسة والسكن كل شيء في المدرسة ولما بلاغت 15 سنة اصبحت فيرا تعاني بما يعرف بنيمفومينيا يعني الرغبة الشديدة والمتكررة في ممارسة الهواية الزوجية اذا رجت انها كانت كتقفز من نافذة تح السكن المدرسي بالليل باش تمشيت معارس القفز على الحواجز مع اولاد في مدارس داخلية اخرى يعني لو كان الجنس رياضة اولمبية لحطمت فيرا الرقم القياسي في عدد الميدالية الدهبية وحتى في عدد المشاركات واصبحت ايضا تمارس مع الكثير من رجال الكيبار في السنة حتى دارت 19 سنة وقررت الزواج من رجل يكبرها سنن وفاحش تراءة كان يعمل في المجال البنكي وكان يدعى كارل وستنجيب معه كارل واحد الولد اللي سمته لورينزو معه مورور الوقت وكونها تعمل فقط داخل البيت اي ربة بيت بدأت فيرا تشعر بالمالل وبدأت تعاني من ما يعرف بالبارانويا اي جنون الارتية وهي عملية غريزية وفكرية تدخل فيها القلق والخوف وكيولد الشخص الذي يعاني من البارانويا شكوك وأوهم وإحساس بأنه ضحية لنظرية مؤامرة وفي الحالة فيرا كانت توهم ان كارل يخونها وانه لا يحب هذا السابق الشيء الذي لم يكن صحيح وحد الليلة دخل كارل للبيت منهك وتعبان من العمل وقدمت له فيرا كالعادة العشاء وكيف ما كتعرفوا من تقاليد الأوروبيين الأرستقراطيين شرب بعض النابيد أثناء تناول وجبة العشاء فثورة ما شرب كارل النابيد بدك يتألم بشدة وفارق الحياة الزوجة الصالحة فيرا قامت بوضع مادات الأرسينيك في الكأس ديال وهو سم قاتل قامت فيرا بجر جدتة كارل إلى القبو في القصر اللي تعيشوا فيه وهو قبو خاص بالنابيد وكانوا فيها أيضا توابيت خشبية كثيرة ووضعتوا في أحد توابيت وغلقاتها وبعد بضعة أيام بدأت بالبوكة والشكوى لابنها والعائلة لأن كارل كيف تهجرها وخلها بوحدها ومعرفتوش أين ذهب وأنها هي الضحية في الأمر بعد مرور فترة من عدم ظهور أي أثر لكارل وارتج فيرا التروى ديالكارل وتزوجت مرة أخرى وهذا المرة برجل يدعى جوزيف رجل في سنها وقامت بنفس الجريمة مرة أخرى لنفس الأسباب المتعلقة بصحتها النفسية ولتحق جوزيف بكارل في القبو والمرعب في الأمر هو أنه جوزيف لم يموت بالسم وبقي ساقطا في الأرض لساعات يتألم فيئست فيرا وأدخلته حي في التابوت وأغلقته بإحكام وغالبا ممات مختانق وبدأت فيرا مرة أخرى كتلعب دور الضحية ودعت أنها تلقت رسالة من جوزيف أي زوجها الثاني مفادها أنه وقع في حب مرأة أخرى ولن يعود أبدا لفيرا الضحايا اللي غيجيه من بعد فيمكن تسمع عشاق دياله وذلك لأنها قانونيا لازالت متزوجة من جوزيف زوجها الثاني وما كانش طالق غير أنه ذهب بعيدا ولن يعود صحبة مرأة جديدة أصبحت فيرا تذهب لحفلات بمدينة فيينو وهذه الحفلات من نوع خاص حيث يمارس فيها ما يعرف بالأورقي وهي حفلات اشتهر بها الرئيس الإيطالي السابق سيلفيو بيرليسكوني هي حفلات التي كيف سأشرح لكم؟ يتم ممارسة القفز على الحواجز جماعة من طرف العديد من المشاركين يعني الكل فوق الكل تحت الكل ومش منها تكون فهمتو؟ وفي مثل هذه الحفلات كانت تلتاقي بالضحايا ديالها اللي أغلب هم رجال كبار ومتزوجين تستدعيهم للقصر الممارسة للرياضة كأس خمر ثم تتابوت واحد المرة أحبت فيرا فعلا واحد شخص ولم تقتله كان سيربي ويعمل في مجال أبناك مثل زوجها الأول رحمة الله عليه بعد ليالي عديدة من التنقلات اللي قام بها هاد الشخص القصر ليال فيرا للمشاركة في التظاهرات الرياضية بدأت زوجته تشك في وفائه فقامت بتتبعه خلصتا لتكتشف أن زوجها عداء محترف وتبلغ الشرطة بذلك حيث قامت بمدهمة القصر لكن فيرا دافعت عن نفسها قائلتا لم أكن أعرف أنه متزوج عرفتها فقط اليوم لهذا سأقرر الانفصال عنه فراجعت زوجة العداء لبيتها وبحثت في الملابس ديال الزوج دياله وجدت رسائل حب قصيرة وتشبيت العكس وتشبيت أن فيرا كانت على علم أن الرجل كان متزوج والجدير بالذكر هو أنه في أوائل القرن العشرين كانت الخيانة تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون في أوروبا أعطت الزوجة هاد الرسائل للشرطة وقاموا باستدعاء فيرا لمخفر الشرطة وأثناء التحقيق معها بدأ عليها القلق والخوف وتوجيب عن أي سؤال بالنكرى فبحثوا في السجلات ولقوا أن زوجها اختفوا دون أثر فقررت الشرطة أنها تمشي وتبحث القصر جيدا لعل وعسى يلقوش دليل كي يبين الأثر لها الزوجان المختفيين وفين يقدروا يكون فلما نزلوا للقبو اكتشفوا 32 جثة محللة داخل ثوابية خشبية والمرعب في الأمر هو أنهم مجدوا جثة ديال ابنها لورينزو كذلك بدأت فيرا فورا بالاعتراف وقالت أنها قتلت ابنها أيضا بنفس الطريقة خوفا أن يتزوج ويهجرها أما بالنسبة الباقي الضحايا فكانت الغيرة السبب الأساسي وأيضا عزوف بعضهم عن ممارسة رياضتها المفضلة معها لشيء اللي يجعلها كتحس أنها تم تخلي عنها وتقررت قتله وحكم على فيرا بالسجن مدى الحياة وتوفيت في السجن بسبب نزيف بالدماغ هنا ينتهي فيديو اليوم لا تنسوا أن تجعلوا لنا الرأي ديالكم حول هذا الموضوع في التعليق ودروا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس بشي يوصلكم كل جديد وإلى اللقاء في الحلقة القادمة